هاي انا يورا رفاعي فاشن موضل النهاردة هقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تلبسوها وانتوا على البيتش طبعا اول حاجة بناخدها ونلبسها على البيتش هي البركيني وطبعا اهم حاجة ان البركيني بتاعنا نقدر نستايله بكذا طريقة في ناس كتير قوي بتحب انها تلبس السودة كلها بحيث ان انا اغير في الكوفيروب فده اول كوفيروب معنا هو مفوش اي فكرة غير ان انتي بس بتربطيه من الجم ويبقى قريبا اعمل ستايل بالالوان بتاعته وبتلبسي تربين بس عن اسود او ابيض ده بيبقى برده بيعمله شكل مختلف تاني ستايل او تاني كوفيروب هو الستايل ده انه هو بيبقى مربع كده وكبير من كل حته فانت تقدر ان انتي تستايله بكذا طريقة فانا هوريكو كازا ستايل لي وانجوف مع بعض ده اول ستايل الكوفيروب لبسته ازا دراس كده مغطي كل البركيني عشان هو لو سوت وانتو بتحبوش تلبسوا حاجه تبقى طايت شباية عليكو فده اول ستايل بربطها كده من ورا من هنا ومن هنا بس فبيبقى شكله كده ازا دراس هوريكو برده ستايل اول ستايل هناخد الطرف ده ونلفه كده ونخليه الورا بقي الكوفيروب كله بنحطه كده وبعد كده ببقى ببقى ان انا اربط الاثنين ببعض بالشكل ده بحيث ان هو يبقى شكله ازا دراس وفي نفس الوقت لو سوت تايل ما يبانش اي حاجه منها فبقى شكله ستايلش وشكله كمان نزيز اول هوريكو تاني لا تاني بقى ستايل ببتدي ان انا ارفعه بالطريقة دي واخد الطرفين دول اربطهم كده ببعض بيدي برضه شكله ازا ان هو دراس بس في نفس الوقت بستايل تاني طيب الستايل دي لو انا هقعد بالبركيني على البحر او برضه هنزل به البحر لو انا مش هنزل البحر وعايز اقعد برضه على الفيتش اعمل ايه تعاليها وريكو ده اول دراس اخترته يبقى فيه شوية كده وباترن بيدي ان هو الوان حلو قوي مع البحر ويمكن ان انت كمان تتصوار به بيخلي شكل الصور كمان حلو قوي لما فيه كزا لون داخل مع الالوان الزهر او كده ولبست عليه الهات دي بتدي برضه كاشوال لك ده لازيز بس وسلابر اللي هو بتاع البحر ده اول ستايل وهوريكو الدراس التاني ده تاني ستايل معنا اخترت الدراس يبقى فوشي عشان البوب كالرز عمتهم في البحر برضه بتدي الوان حلو قوي في الصورة يعني احنا مثلا لو لبسنا فوشي او اورنج او اغدر وكمان الابيض بيبقى حلو قوي او الابيض نس بوب كالر بس من نيوترلز اللي هي تبقى حلوة برضه في الصور فاخترت الدراس يبقى كله كده زراير بحيث ان انا ممكن اعمله ستايلين كده بطريقة انا لبسته وحطيت البلت كده عليه بس انا ممكن برده نلبسه ونحط مثلا تحتيه البركيني فيبقى زي كافر او كاش مايو وممكن لو احنا خارجين مثلا وعايز انا لبسه بطريقة تانية فالبس تحتيه جينس ويبقى كاشوال دوك فاخترته يبقى برضه الاستايل ده ولبست عليه تربل بحيث ان احنا برضه نبقى شحرانين قويان اخر ستايل بقى قررت ان انا قلبس سكيرت تبقى رادي فيها الرافل كده فتديني واسعة برضه على البيتش فتعمل برضه شكل حلو قوي لو قررت ان انا الافه مثلا او تصور بكذا طريقة والبست عليها افرسايز شميز لونه بيش فيه من الوان البيز بتاع السكيرت عشان مايبقى شكله قض شوية او ممكن برضه لو عايزين تلبسوا وايت او لو كمان عايزين تبقوا باب اكتر ممكن تلبسوا لون من الوان السكيرت نفسها ياما الورنج ياما الكريمي بس كده وبردو ربست علي السلابر بتاع البيتش فبيرت لي شكل برضه ولذيذش وكده نكون خلطنا الحلقه ووريتكم كده على البوركينيز او انت ازاي تعملي ستايلنج على البوركيني بتاعك لو لسوت كلها سودة او برضه لو انت عايز تقادي على البحر من غير ما تنزلي وتبقى لفسع شيك برضه وفي نفس الوقت يبقى ستايلش او يحب ان انت تكونوا ببساطة واستفدتوا كمان